هذه الصورة التي تراها معي الآن دكتور سعيد من أبو الظبي كيف تعلق عليها؟ وأنت تعلم أن الصورة بألف كلمة هذه مصر هذه مصر اليوم هو الكلمة التي يقولها كل مصري في جميع أنحاء العالم الوقوف، صفوف، وطوابير حتى قابل صلاة الجمعة لكي يدل المصريين بصوتهم هذا معنى أن الانتماء عند المصري في الخارج أكثر بكثير جداً مما يظنه البعض وأن المصريين في الخارج صورة ودافع وحافظ لكل مصري في الداخل شارك لأن الوطن يحتاج إلى الجميع ونرى الآن كما تتابع معي والسادة المشاهدين التزام من الناس هناك طبور والكل يلتزم وأعلام مصر ترفر الفوق رؤوس الجميع المصري في الخارج صورة حقيقية للالتزام وأداء العمل وأداء الواجب وحسن الخلق المصري في الخارج مثابر سواء كان طبيب أو سواء كان عامل أو مهني أو حرفي الجميع في النهاية الآن تتابع معي دكتور سعيد النساء وأطفال أيضاً الأسرة الأسرة هذه الدعوات عرص احتفالية كبار في السن الجدة والأم والحفيد هذه الصورة بألف مليون كلمة لمن يقول أن مصر لن تكون مصر انظر انظر طفلة وأمها الوالد وابنه الجد هذه الدولة دولة هذه الدولة لابد أن تكون عظيمة الله سبحانه وتعالى كما تبعت معي السيدة مرد ودرم من روسيا منذ قليل يقول درجة الحرارة سالب هذا ينصر والجو جميل ومع ذلك يقول الجو مشق والجو جميل بالتأكيد لأن درجة الحرارة قد تصل إلى 25 درجة تحت الصفر نعم الآن رجال الدين نعم من القساوس قساوس وشيوخ ورجال الدين يقفون مع رجال ونساء يلبسنا الحجاب يعني هذه الصورة بألف يعني الصورة معبرة تماما عن معدن المصري كيف يكون المصري في الخارج والداخل لكن هل تختلف حالة المواطن المصري وخاصة عندما نتحدث عن استحقاق انتخاب أو استفتاء عن أوروبا مثلا تختلف عن دول الخليج العرب قد يظن البعض أنها تختلف ولكن في النهاية المصري يتحدث ويفعل ما تمليه عليه حضارة سبعة ألاف سنة تختلف اهلاحظر CM جاعز ما احاب matters